كيف العلمين رجعنا من جديد ومستمرين معكم وموضعنا اليوم كانت لا شك بأنها منوعة موضع تمكين مرأة وموضع مجتمعية وإذن نحن نتحدث الآن عن موضوع نفسي نوعا ما أو اجتماعي بشكل أو بآخر العلاقات السامة أو العلاقات غير الصحية الموجودة في حياتنا ورح يكون معنا أخصائي إرشاد نفسي فؤاد قاقيش لنعرف منه أكثر على العلاقات السامة كيف نتعامل مع الناس السامين الموجودين في حياتنا أيضا كيف ممكن نحط حدود أو حتى ما نأثر أو نتأثر بكل الطاقة السلبية الموجودة نصبح عليك نسحة صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا فيكم مبسوط أكون معكم أحنا مبسوطين بالأكتر يعني قديش الموضوع حساس أشخاص سلبيين أشخاص طاقتهم سامة لإلنا حوالينا كيف بدنا نتفاداهم بهالحيال حتى نقدر نكمل ويكون عنا الرضا بأعلى مستوياته مبسوطين مرتحين أمورنا تمام نعم بالبداية يمكن محتاجين نوضح موضوع العلاقات السامة إنه إحنا عم نحكي عن علاقات سامة ما نقدر نوسم الناس سامين يمكن فيه فرق بين الناس سامة وبين علاقات سامة الفكرة الناس بالعادة ما بتكون سامة الإنسان بيكون عنده مشاكل فبسوي هذا التصرف لكن بسبب أشياء مرت بحياته صار يؤدي لسم بحياتنا خلال علاقات زي ما بنقول إحنا بتفشش بالضبط ونفس الوقت ممكن يكون بأخذ طاقتي بأخذ تفكيري بأخذ جهدي بأخذ إمكانياتي بحس حالي عم بطلع مرهق مستنزف تماما من القاعدة معاه فهذه العلاقة عم بتسوي سم في حياتي والسم ممكن يكون بطيء وممكن يكون سريع يأثر عليه ويأذيني أحيانا الأشخاص اللي أنت عم تحكي بأنه ممكن يستنزف طاقتك أو طاقتنا كلنا أو أشخاص سامين وما بنطلق نحكي إحنا أشخاص سامين ممكن يكون العلاقة كما ذكرت سامة ممكن أشخاص طبيعيين أنا طبيعي هو طبيعي ولكن العلاقة غير ما في توافق فيها فبالتالي هي سامة أو غير صحية لو كان مثلا في محبة تجاه هذا الشخص اللي أنا هو علاقتي مع علاقة سامة كيف ممكن أتصرف كيف ممكن حافظ على هذا الشخص كونه ممكن يكون قريب كونه ممكن يكون واحد من العائلة أو شريك حياة أو شريك حياة يمكن أول شيء محتاج أتصرف فيه بصراحة هو أصعب شيء يمكن إحنا نتعامل معه موضوع أنه نكتشف بالأول أنه هذا الشخص أصلا هو بعلاقة سامة أو لا يعني مثلا إذا بدنا نحكي أنه أنا الأشخاص اللي حوالي محتاج أفخص كيف محتاج أفخصهم محتاج أسأل حالي سؤال هل الأشخاص اللي حولي يسعوا أنهم يطوروا نفسهم يطوروا ذاتهم بيعرفوا هم وين هلا وين رايحين بيعرفوا شو مكانتهم من هاي حياة شو هدفهم من هاي حياة ولا عشوائيين يعني أوقات بيننا نكون عايشين مع ناس عشوائية هاي علاقات سامة العلاقات العشوائية علاقات سامة ناس ما في أي شيء خلص هو بس عايش مش عارف عشان شو عايش يمكن محتاجين بلحظة من اللحظات ندور على ناس يكونوا عندهم هدف ويسعوا أنهم يطوروا حالهم بالإضافة لذلك برضو ممكن ننتبه على موضوع عدم توازن المنفعة يعني في عطاء وفي أخذ ما بنفع أكون عايش بعلاقات بس عم تأخذ مني وخليني أحكي بمصطلحنا هيك الشعبي عم بتمص دمي وبنفس الوقت عم تنهيني وتستنزفني وتستنزفني وبرضو ما بنفع أكون عم بعطي بس يعني أنا نفسي ما بنفع أكون عم بعطي يعني كلمة أعطاء أحيانا برضو بتأخذ أبعاد سلبية بحياتنا إنه بنصير بس نعطي 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 أو بس نأخذ 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 بالحالتين إحنا سلبيين وهاي بسموها بالعلم عدم توازن المنفع طبعا لازم يكون فيه توازن أخذ وعطى بالحياة لنقدر إحنا نحس بالراحة ونكون ما أحس إنه والله الشخص اللي قدامي عم بيستغلني بالضبط يعني موضوعك جدا مهم طيب يعني فيه مؤشرات ممكن إحنا نحسها لما منعود مع أشخاص سلبيين ممكن أحس حالي مخنوقة مش قادرة أعود ومتدايقة عصبت فجأة إيش فيه مؤشرات تانية أعمق من هيك تخلينا خلص ما بدنا هاي العلاقات ننبعد مية المية بصراحة سؤال مهم لأنه أوقات محتاجين ننتبه شو العلامات اللي بتدل إنه أنا بعلاقة سامة ومن العلامات اللي بتدل إنه أنا بعلاقة سامة كمان موضوع الأشخاص المناورين خليني أسميهم يعني بس شوفك يا هبة يعني لو الواحد يشوف وزير أسهل من إنه يشوفك مباشرة اتهام بالكبرياء لإليك لأنه أنت غايب عنه فترة بسبب ظروفك أو بيشوفك بسير يكيلك إنه يا زلمي نفسي هيك ألاقي معك دقيقة أقعد طب الناس اللي بتشوفك يعني هي أحسن مني الموضوع مش هيك يعني هاي المسحة اللي بنمزحها دايما لما نشوف الناس لبعد عنها أوقات بتكون نوعا ما نوعا فيها اتهام مستتر في الكبرياء يعني طب لا أنا كانت ظروفي صعبة يعني أنا عندي بحياتي كثير تفاصيل أنت ما بتعرف تفاصيلها أنت ما بتعرف الأشياء اللي أنا أم بعيش فيها فهي برضو أوقات بتكون علاقة سامة بأعرف أنها أوقات تطلع عن طيبة قلب من الأشخاص وما تطلع عن ممكن مش قاصدين أو سوء تعبير لكن بالضبط وما حبي إنه أنا مش تاج لك بس أوقات لما تتحول لأسلوب حياة كل ما أشوفك بحكي لك هاي الجملة كل ما أقعد معك بحسك في التقصير كل ما أقعد معك صرت أنت مجهد يا أخي أنت ما بتقعد معي غير تحكي لي أنه أنت وينك أنه أنت أنا فعلا حياتي فيها كثير تفاصيل تانية أنا مش متاح دايما لإلك باستمرار و بكل الوقت و بكل زمان و بكل مكان و بنفس الوقت أنا إنسان محدود إمكانياتي محدودة و وقتي محدود ما بقدر أكون دايما متواجد بكل التفاصيل صح يعني يمكن العلاقات أو التعامل في العلاقات مش إشي كثير سهل و أنه تلاقي شخص فيه توافق عالي بينك و بينه و بتصير أحيانا مشاكل مراحل معينة ممرق فيها الشخص بيحتاج لنحكي إحنا بريك يبعد عن هذا الشخص لفترة معينة وممكن تشحن هاي العلاقة و ترجع تستمر ولكن في حال كان وجود مثل العلامات التي أنت ذكرتها بأن أحد الأشخاص هم عتب دايما بعاتبك دايما بلومك ممكن لوم أو حتى بنتقدك ممكن أن نقضي قديم مؤشرك للعلاقات السامة طبعا الفكرة بالانتقاد كمان هي فكرة إحنا تعودنا بمجتمعنا بالروح لا يعني هيك أكستريم بكل شيء يعني مثلا إذا بدي أحكي مواجهة باجي بواجهك بنقد سلبي بدي أحطمك إذا بحكي بدي أشجعك بضلني أشجعك وسط الغلط طيب ما هو أنا يعني كفؤاد بحتاج منك كإبراهيم بوقت اللي أنا غلطان في إنك تحكي لي أنا غلطان ما بحتاج تضلك زي ما بحكوها تطبع كتفي وتقول لي ممتاز أحسن من هيك إبداع لا لا مش إبداع هذا مش إبداع أنت عم بتسيئلي مش عم بتشجعني أنت عم تخليني أكمل ماشي بالطريق الغلط مش بالطريق المزبوط وهاي علاقة سامة مع إنه الشخص عم بشجعني لكن علاقة سامة ليش؟ لأنها أخبت الإكستريم بالنفس الوقت لما نروح لفكرة النقد أنا دائما أريد أن أدمرك بالمناسبة كلمة النقد سؤالك هي مهم جدا ليش؟ لأنه أوقاتي من ننسى ما بين فكرة أنه أنا أنتقد سلوك وتصرف وأنتقد شخصية وأنتقد إنسان وأنتقد صدقات وأنتقد كل صدقاتك وبالمناسبة هذا الشخص اللي بيظل وعايش في مرحلة الانتقاد هو زي كأنه هو حاط حاله بالسبوتلايت هو حاط حاله بموضع الإضاءة بمركز التحق بصب أنا البطل وأنتو ممثلين بتساعدوني هاي العلاقات سامة أنا مش بطل والناس نعي مش ممثلين إحنا عم بنعيش مع بعض كلياتنا مع بعض حياة شاركية وبنصفي إحنا أصلا ما بدنا نسمع هذا النقد يعني ممكن يكون لصالحنا بس الطريقة والأسلوب خلتني أكره أسمع هذا الانتقاد وما بدي أطور من نفسي وما بدي أسمع أدي عن جد تعبيرنا المناسب بفيدنا بعلاقاتنا في ناس ما عندهم ما بيعرفوا كيف يعبروا ما بيعرفوا كيف يتصرفوا ممكن هو داخله بيحبك وبتمنى لك الخير بس ما بيعرف يعبر صحيح عشان هيك يمكن بالكلمة موضوع التعبير عن حالي يمكن بمقدمة حضرتك إبراهيم لما بلاشت تحكي صاري حكي إنه الحدود هي فكرة الحدود الخارجية والحدود الداخلية أنا أصنع حدود لحالي بإني أفهم حالي وأفهم أنا وين وأصنع حدود أيضا للآخرين بعلاقاتي معهم هم وين وكيف يأثروا علي وين بوصلوا في ومتى بسمح لهم ومتى ما بسمح لهم كل هاي التفاصيل بتساعدني كثير يعني حابيني أعرف في النهاية شو الحل مع العلاقات السامة شو أفضل طريقة أحيانا كثرة المحاولة في إصلاح الوضع تفسد ما بتصالح مع الأشخاص عطينا حل ممكن خلاص أكون أنا ريحت حالي وريحت الشخص اللي موجود نعم رح أبدأ بالحل الصعب الحل الصعب أحيانا إنه العلاقات كما تبنى وكما تعيش تموت ما في إشي بالحياة ما يموت فثقافة الخسارة هاي بحياتنا محتاجين نكتسبها إنه أنا ممكن اليوم بعد ما سمعت هالكلام أقرر إنه فيه علاقات معينة بدون مأسي بكل محبة بكل لياقة بكل احترام أقول لهاي العلاقات بكفي أيضا أنا محتاج أفكري ما خلاصة ليش مع شريك الحياة هذا مع أني عارفة إنه هاي علاقة سامة نعم بتحس الواحد صعب ياخد قرار قدام بحكي شريك الحياة وحتى قدام هاي البداية بتكون مش بإنه ننهي البداية بتكون بالحوار البداية بتكون بقبول آخر حل بالتضحية يمكن آخر حل هو الإنهاء لكن ببعض اللحظات أنا بحكي خاصة بالصداقات الصداقات بحس مش متطرين نكمل أنا مش مرتاحة عم بتدمرني سنين بكفي خلاص إذا إلها سنين عم بتدمرني أنا ما بحكي بيوم وليلة ولا موقف وموقفين صح وبنفس الوقت أنا محتاج يمكن أرسم حدود مع الناس الناس تفهم أنه أنا مش دايما متاح أنا إنسان محدود عندي إمكانيات محدودة ما بقدر أكون دايما موجود معكم بكل وقت يعني معلومات جدا مهمة منشكرك على وجودك معنا في شكرا لأي يوم جديد وأنت أخصى إرشاد نفسي فؤاد قاقيش معلومات يعني جدا مهمة أهمية التعامل دائما في العلاقات ونكون رسمين حدود جدا شيء مهم شكرا لك شكرا لك شكرا لك نورتنا هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم حلقة يعني باقة كانت منوعة من المواضيع وأيضا زملائنا في الميدان والأخبار هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من استضافات والستيديو ورح تنتقل هبة معشف على نيروخ للمطبخ ولكن أنا سمحولي أودعكم على أمل لقاء في حلقة قادمة شكرا على متابعتكم وتفاعلكم دائما إلى اللقاء يعطيك ألف عافية إبراهيم شكرا لإلك أكيد مكملين معكم ساعتنا الثالثة مع مطبخ على نيروخ خليكم معنا